اشتركوا في القناة اليوم نقوم إن شاء الله بتأويلها تقول الأخت رأيت أني في الحرم في طرق طويلة بيضاء آخرها سطارة شفافة نظرت منها فرأيت الكعبة الحقيقية حولها ثلاثة صفوف لابسين أبيض يطوفون ثم ذهبت إلى آخرها من الناحية الأخرى فرأيت سطارة بيضاء شفافة أيضا رأيت منها كعبة أخرى أقصر من الحقيقية وسوادها باهت مليئة على آخرها من ناس والناس مصفوفون حولها واقفين للصلاة وكان الإمام هو آخر واحد في آخر صف يقرأ القرآن تأويل هذه الرؤية في الحقيقة هذه الرؤية كما قلت رؤية مهمة فرؤية الحرم تدل على أحداث تكون محور مكانها هو الحرم والطرق الطويلة هو مشوار الحياة آخرها سطارة شفافة والسطارة الشفافة الواقع الذي يعيشه الناس نظرت فرأيت الكعبة الحقيقية يعني الكعبة الحقيقية في الرؤية وسلاس صفوف لناس لابسين أبيض رمز لقلة أصحاب العقيدة السليمة وقلة أهل الإيمان المخلصين في هذه الأيام ورؤية سطارة أخرى بيضاء هو نفس الواقع للمسلمين كعبة أخرى أقصر من الحقيقية سوادها باهت وملئة بالناس وهذه إشارة إلى كسرة المبتعدين المخالفين لسنة الرسول صلى الله ورؤية الإمام آخر واحد يأم بالناس بالرغم أن الطبيعي أنه يكون في المقدمة هو رمز لظهور الأئمة المضلين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرؤية أيها الأحباب وإن لم يذكر فيها بصورة مباشرة ذكر للمهدي ألا وإنها رؤية مبشرة بشدة لقرب ظهور المهدي لأن هذه الرؤية وغيرها إرهاصات ومقدمات لظهور المهدي عليه السلام يعني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونلتقي غدا بإذن الله مع رؤية جديدة وتأويلها جزاكم الله كل خير جزاكم الله كل خيرا 而ضف